بعد يومين من مفاوضات جرت في القاهرات توصلت حركتها فتح وحماس لاتفاق حول إشراف حكومة التوافق الوطني على المعابر في قطاع غزة وحول تطبيق بنود اتفاقية المصالحة الفلسطينية المبرمة شهر نيسان بريل الماضية ممثل حركة فتح قال تم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس على دعم هذا التحرك السياسي الذي تقوم به القيادة الفلسطينية من جهته قال ممثل حركة حماس ما قمنا به في الوقت الحاضر هو لتسهيل أعمال هذا المؤتمر ولتقديم كل الأليات التي تساعد المتبرعين على تقديم والإطمئنان على سير هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها بما في ذلك الأمم المتحدة رغم هذا الاتفاق لأن السؤال يكمن في ألية تنفيذه وجدوله الزمني وليبقى الملف الأمني وتحديدا السيطرة على الحدود والسلاح في قطاع غزة من أهم تحدياته هذا وأكدت حركة فتح وحماس أن الاتفاق من شأنه أن يخلق ظروفا إيجابية ستساهم في إنجاح مؤتمر المانحين لإعادة أعمار قطاع غزة المقرر عقده في القاهرة في 12 أكتوبر المقبل